ومن أخطر الأشياء على العلاقة الزوجية إن الزوج ينزل من نظر زوجته على فكرة أو الزوجة تبقى مش أنسة في نظر زوجة ما هو دي النتيجة اللي احنا وصل لنا على دلوقتي هو نزل في عينها وهي وهم شايفها أنسة هنا بقى احنا أمام أشخاص فردانيين من الدرجة الأولى سواء الزوج اللي اتهرب من أداء دوره فوصل الزوجة اللي هي ما بقتش أنسة أو الزوجة المهملة لدورها فخلت الزوج بقى أب وأم في نفس الوقت علشان نخرج من المشكلة دي محتاجين نعلم أولادنا والربيهم على إن ربنا أنعم على كل واحد فيهم بالنوع اللي خلقوا بيه فالأنوسة نعمة والذكورة نعمة اللي اتنين في نعمة يعني محدش فيه رجالة كتير بتعتبر إن الرجولة عبق لا الرجولة مش الزكورة عبق لا الزكورة مش عبق الزكورة فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى في بعض الناء بعض الستات بتعتبر إن أنوسة دي ضعف لأ الأنوسة مش ضعف الأنوسة كرامة فمن فيش نوع أفضل من نوع كل خلق الله يعني إيه كل خلق الله كلهم من عند ربنا سبحانه وتعالى لا فضل لأعربيين على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا حتى ليذكر على أونسة خالص إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومن التقوى إن محدش يظلم عايز أقول لكم حاجة أنا عندي حاجة اسمها مظالم البيوت إيه ما ظلم البيوت دي هنتحاسب عليها هيتحاسب عليها الزوج والزوجة اللي هو إيه رمي المسئوليات على التاني دي اسمها مظلمة ده ظهل الراجل لما يلمي مسئوليته على الزوجة على زوجته ده ظهل والزوجة لما تلمي مسئوليتها على الزوج ده ظهل الساعتين إن انت عتنميهم واللي أنت لو قمتي به وهتنمتي بالبيت كان البيت كويس وانت سيبتيه الزوج يعيش هذا الوجع وهذا الضيق ده ظلم وانت لما خلتها ايه اللي حاصل تشتغل وتتعب وانت قاعد من غير شغل وانزي اخي اشتغل اي حاجة اي حاجة انزل اشأة اتعب بس ما تخلقاش بعد كده تتعب كل التعب ده وبعد كده تيجي تقول هي بقت زي الرجالة كده ليه هي تغيرت كده ليه وتبدو بقى تعمل الحاجات التانية عشان تحاول تاخد بقى مكملات زواجية وكل ده ظلم ولا عزو بالله اول خطوة اول اجراء لازم نعمله لازم نقعد مع بعض ونعيد ترتيب نعيد ترتيب ايه نعيد ترتيب الادوار ونقعد جلسة كده اسمها جلسة انا بسميها جلسة ايه جلسة ترتيب البيت بافراده بالبناء ادمين الجواه ترتيب البيت من الداخل احنا بنرتب البناء ادمين نرجع نرتب البناء ادمين نقعد مع بعض وده شيء مهم جدا 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 النقعدة دي بنقعد نقول نقدر على ايه وما نقدرش على ايه وممكن نقيد هيكلة مصارفنا هيكلة حياتنا بس في الاخر خالص ما ينفعش الزوج يروح واخد بعضه كده ويقول ده ما بقتش انسى ويمشي ده ظل لازم يقعد معها ويقول له ويتحمى النتيجة اللي هو بيقوله ده حتى لو تحمله ده ان هو يشتغل شغلنا تاني عشان هي ما تشقهش وهي لازم تروح لزوجها وتقوله انا محتاجة ان انا اتدلع شوية بس في نفس الوقت هو لازم يصرحها ويقول لها بس احنا عندنا بيت لازم تبقى جوزء من البيت عشان ما تهمشيش في البيت ده وتبقى انت في حتة والبيت كله في حتة تاني لازم يعودوا مع بعض ويتصرحوا وتكلموا ولازم الادوار تكتب ويتفقوا عليها ويقروا الفتح عليها ويعاهدوا ربنا ان هم يكونوا طائعين عشان ما يكونش ظالمين على محور اخر بقى اجراء مهم جدا لازم نربع اولادنا على الاتزان ومعرفة الادوار الحقيقية للرجل والمرأة عن طريق استناد بعض الاعمال ليهم في البيت الابن يقف مع الصناعية والبنت تساعد مموتها في البيت لازم يعملوا كده عشان ايه يتربوا على مسئوليات المنزلية اه انا عارف الامهات بيعودوا يشتكوا انت هتشيلي مسئولية بيت ازاي انا موافق على الفكرة بس مش موافق على اداء انا بقول للامهات بالراحة ساعديها ان هي تتعلم بس ما تعوضيش تفشيليها ساعديها لان هي لازم تتعلم الادوار دي وانت يا راجل ما ينفعش تقول ايه انت نايم على طول كده زي ببرد ولا لك لأ علموا الدور ما تكسروش اشتركوا في القناة